أهلا بكم مشاهدين من جدة حيث يواصل زعماء وقادة الدول العربية التوافد إلى جدة التي تحتضن أعمال القمة الثانية والثلاثين يوم فارق في تاريخ الدول العربية اليوم تنطلق القمة العربية الثانية والثلاثين في ظل تغيرات جيه السياسية معقدة ملفات عدة صراعات عدة في الدول العربية يتصدر هذه الصراعات والأزمات الصراع السوداني المسلح بين قوات الجيش ودعم السريع هذه القمة هي قمة مختلفة مختلفة بكل المقاييس اشتركوا في القناة